حكم من آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة من رد السنة كلها فهو كافر مرتد ولا يمكن أحد شوف خلك معي بدون تلاعب ولا عبث لا يمكن لأحد أن يعبد الله بغير السنة كل من ترك السنة فقد ألحد ما في مؤمن يرفض السنة ولذلك الفجرة اللي يسمون أنفسهم القرآنيون لا يعرفون الصلاة ولا يصلون وإذا نوقشوا قالوا ثلاث صلوات لا يؤمنوا بخمس صلوات طيب منين في القرآن لكم خمس صلوات يا معشر الفجرة الكفرة قالوا قال الله جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائك لرسل ولا جنحة مثنى قالوا هذا صلاة الفجر شفتوا كذب أكثر من هذا الكذب قالوا ثلاث قالوا صلاة المغرب ورباع قوسات عشاء شفتم كفر أعظم من هذا الكفر وضلال أعظم من هذا الضلال هؤلاء الحقيقة هم مغسولي ما في قلوبهم دين ولا إيمان هو كفر مبطن هو كفر مبطن باختصار مثل كفر المنافقين مثل كفر المنافقين تماماً ولكن لا يمكن لأحد أن يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم إلا بالسنة هذا خلاصة الكلام